حياكم الله بما أننا مقبلين على الشتاء والكل يحتاج الأقمشة الشتوية طابع خاص مقدم أسعار ممتازة جدا على الأقمشة الشتوية وهو يعتبر الموزع المعتمد لأقمشة ريتشي الأسعار والتفاصيل إن شاء الله في السنابات القادمة حياكم الله ما شاء الله نشوف الأقمشة تعدد الألوان الخامات السلام عليكم أخوة ماجد يا رحيهم عندنا يا طيول عمر هذه أقمشة حديثة تبدأ وزانة من 300 قرام إلينا 450 عدة ألوان وعدة رسمات فيه مقلم فيه سادة فيه نكشات الكسوة تجي ثلاث متر نص تكفي أي شخص إن شاء الله سبعين ريال من ضمنها الجوخ بعد جميل جدا يعني الكسوة ثلاثة أمتار ونص سعرها سبعين ريال تكفي أي شخص وشامل الضريبة طبعا ما شاء الله تبارك الله ترى التصوير يظلم صراحة الألوان جميلة جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله نلاحظ الألوان هنا وهذه وزنها تقول لي 450 قرام نشوف ما شاء الله يعني نص كيلو إلا 50 قرام ولا طبعا الجوخ معروف الأمانة يغنيك على البيجاما إذا يجاك برد حك أشتات حك كذا شي طيب الأمانة وراهن على السعر يشهد الله سبعين ريال شامل للضريبة ثلاثم ترمص بإذن الله تكفي أي شخص يا جماعة هذا جوخ ومعطينا بنفس السعر سبعين ريال وشامل الضريبة وهذه الأقمش السادات تيجي زيكي وهذه الأقمش السادات نفس السعر سبعين ريال الجوخ والأقمش السادات وحدها بسبعين ريال طبعا قبل ما ننتقل للأقمش الثانية بالنسبة للضمان يا أخوي محمد الأقمش العادية بإذن الله الأقمش العادية إذا حبب أو شمر رجع لي ما يحتاج ياخد دراهم أي ياخد دراهم على طول بدون نقاش الجوخ الأفضل بخار يعني الجوخ أنا أضمن لك أنه ما يشمر بس موضوع التحبيب غسل بخار وإن شاء الله أنه شي طيب بإذن الله جميل جدا أخوي ماجد عشان يعرفون المتابعين بالنسبة للأقمش الشتوية صناعتها صيني لأنه ما يجي لصيني الشتوية ما يجي لصيني لكن اللي عندنا بإذن الله جودة الراحنة لها جودة ممتازة طبعا يستلم المتابعين للعميل بهذا الشكل الكسوة كاملة 300 رمز الله يعافيك طبعا طابعة خاصة الموزع المعتمد لأقمشة ريتشي وهذه شهادة الاعتماد وبنيجي الآن لأقمشة ريتشي الشتوية أخوي ماجد هذه أقمشة ريتشي طبعا الأمانة جودتها ما يحتاج معروف ريتشي الأمانة تعطيك أشكال الصوف في أشكال في ألوان في مقلم في سادة في نكشات طبعا تميز فيها ريتشي المتر خمسين ريال لم تابعينك ولا يهمك ريتشي خمسين ريال اي نعم المتر ومعروف ريتشي معروف ما يحتاج ماجد هذه ريتشي اللي يبغى يكشخ الأمانة شي من الآخر وجودة فيه ثلاثة أربع سنين أغسل البس جديد بذن الله تعطيك أشكال الصوف مقلمة زي هذه هذه أشكال مقلمات وفي سادة من ضمنها بعد طبعا أخوي ماجد هذه أقمشة صناعتها صيني لأن الشتوي ما يجلسيني لكن بإذن الله جودات ممتازة والراهن عليها جميل عليها ضمان بإذن الله تمام هذه السادة عندك تبدوزانها من ثلاثمية إلى أربعمية والجوخ أربعمية وخمسين جميل جدا عندك هذه الوان سادات هذه السادات اللي هنا واللي هنا اللي هنا مقلم تقريمة أسواف على وبر في عدة ألوان منها تمام وفي نفس كده كروهات هذه كروهات في منها برضو عدة ألوان التصوير والله أنها يظلم على الواقع الألوان جدا جميلة واللي هناك وفي هذه الوبر الوبر يعطيك شكل الصوف من دون لمعة في بعض الناس ما يبغى اللمعة هذه بدون لمعة هذه ألوانها عدة ألوان جميل وزي ما ذكرنا الكسوة كاملة ثلاثة متر ونص سبعين ريال وشاملة الضريبة والسعر لا يتغير بإذن الله نبيه سعر خاص جدا وليهنك حبي مجد هاتم تارمس تكفي أي شخص بإذن الله اللي يبغى يهدي اللي يبغى شيء كده أخوي محمد أذكر السنة الماضية كانت تلهمة في الشتاء على اللون الزيتي تصبب والسنة ذي وليه ما الله توقع أنه بيكون باللون أن توقعتك يكون اللون هذا هذا أول البيج درجات البيج وين البيج اللي هنا صراحة أشوف الشتاء الماضي الكل ما شاء الله ما أخذ نفس اللون هذا وانت توقع أنه يكون اللون هذا في الشتاء كوح لي فاتح ما أدري شلونه أنا مميز صراحة عطري من هجل صراحة عاد أسويها في كل سنة دائما مع الشتاء أو مع المواسم أجي أخذ هدايا أقمشها الآن أنا ما أخذ أدت هدايا الأصدقاء الزملاء وهنا أيضا يقص قماش شديد تهادوا تحابوا وسنة مباركة والله يوفقنا وإياكم اللي يسع على المحل اسمه طابع خاص والاسم موجود في جوجل ماب وهو موجود في أسواق القدس وهذا كرت المحل بالإضافة اللي يسع على التوصيل توصيل داخل الرياض أشي رياض أشي رياض خارج الرياض أي مكان خارج الرياض يسبرون عنه شركة شاحن شركة الشاحن وهذا رقمهم وحطيت لكم التواصل رابط واتساب للي حابب يطلب عن طريق الواتساب وأنا أفضل دائما أنك تجي المحل صراحة الألوان الخامات جدا ممتازة بالتوفيق الجميل صراحة الألوان الصيفي يا أخو عندنا رتشي حاليا فقط رتشي يفقط رتشي في عدة خامات في هلي ملبا في سميرة ميس في قطن ثقيل وسط خفيف مقطن مشروك في عرضين العرضين هاي تكفي سبعة ثياب تبدأ السعر من 650 شامل ضريبة والعرض الواحد تكفي خمس ثياب يبدأ سعرها خمسمية وعشرين ريال شامل ضريبة جميل فقط رتشي الصيفي ما عندنا لتشي طبعا ياباني 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 شايفي ما يقل لها ياباني لا فيك الموقع هذا طريق الملك فهد وهذه اسواق القدس والموقع طابع خاص من الجهة الشمالية لأسواق القدس بجنب مصرف الراجحي وبالتوفيق للجميع اشتركوا في القناة